اشتركوا في القناة تاسعة وثلاثين من السلسلة التعريفية بالأشاب الموجودة في المغرب ففيديونا لهذا اليوم يدور حول ثمرة شجرة السدر المعروفة عندنا بالنبق وبالعامية النبق وقبل أن نمر إلى التفاصيل أدعكم مع هذا الفاصل ونعود بإذن الله تعالى إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبق هو ثمار لشجرة يبلغ طولها من واحد متر إلى خمسة أمتار ويوجد منها أنواع كثيرة وتستهر منها ثلاثة أنواع سأبينها بالتدريج في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى فأولا نبدأ بالنبق عند علماء الطب القديم فنقول قال الأنطاكي في كتابه تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب إذا اعتصر النبق النضيج اللحم منه وشرب بالسكر أزال اللهيب والعطش وقمع الصفراء وكذا يفعل سويقه يعني دقيقه إلا أنه يقطع الإسهاد ونواه إذا درس يعني طحن ووضع على الكسر أجبره وكذا الرد مطلقا مجرد والرد هو المكان الذي أصيب بدرة قوية بعصاء أو بحجر والتي تجعل المكان في الدات مرضوضا أي متقطعا قطعا كالمدقوق أزرقا مشربا بحمرة الدم وتسمى كذلك الكدمة والجمع كدمات ثم قال وإن طبخ يعني طحين نواة النبق حتى يغلض ولطخ على من به رخاوة وكذلك الطفل الذي أبطأ نهوضه اشتد سريعا وذكر ابن البيطار أن ابن ماسويه قال النبق بارد يابس وهو نافع للمعدة عاقل للطبيعة يعني يحبس الإسهال ولا سيما إذا كان يابسا وأكله قبل الطعام أحمد يعني محمود يعني أحسن وقال إسحاق بن عمران النبق يشهي الأكل وقال الطبري النبق فيه اختلاف في رطبه ويابسه وعذبه وحامده وغضه ونضيجه فيابسه فيه قوة قابدة تحبس البطن والرطب الغض أيضا بسلك المنزلة والنضيج منه العذب أقل قبضة وهو سريع الانحدار عن المعدة يعني سريع الهضم وليس بردي الكيموس وقال ابن سرايون ماء النبق الحلو يسهل المرى الصفراء المجتمع في المعدة والأمعاء ويقمع أيضا الحرارة والشربة منه ما بين ثلث رطل ونصف أي ما بين 150 مليلتر إلى 225 مليلتر وقال ابن حامدوش الززائري في كتابه كشف الرموز النبق هو ثمر السيدر منه بري ومستاني وفعلهما متقارب وسويقه يعني دقيقه يعقل البطن وينفع من نزف الدم ومن قروح الأمعاء يعني ينفع لقرحة المعدة والأمعاء النبق في الطب الحديث يوجد في العالم أكثر من 100 نوع من عائلة النبقيات والسيدريات والتي تحمل اسم رامناتشي وتنقسم هذه السيدريات والنبقيات إلى ثلاثة أنواع نوعان عرفهما وعرفهم لنا الطب القديم كنبات طبي وذكروا منافعهما وقسموهما إلى نوعين النوع الأول سموه سيدر بري ونبقه نبق بري ونوع سموه سيدر بستاني ونبقه نبق بستاني فالسيدر البري أو العناب البري تسمى ثمرته النبق وهو موجود بالمغرب بكترة اسمه بالفرنسية جي جي بي صوباج اسمه العلمي زي زي فوس لوتوس أما السيدر البستاني أو العناب البستاني تسمى ثمرته العناب ويقال له بالأمازيغية أرغاز أو أرغواز وبالعربية العناب والزفزوف والزفيزف اسمه بالفرنسية جي جي بي كوما ويقال له ولثمرته أيضا دات شينواث يعني التمر الصيني ويقال له كذلك شي شوغل ويقال له أيضا دات غوج التمر الأحمر اسمه العلمي زي زيفوس جوجوبة ويقال له كذلك زي زيفوس زي زيفوس ومن هنا أتت كلمة زيفزوف العربية أصله من آسيا الوسطى من شمال غرب الهيملايا تمت زراعته في السين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة وتوجد هذه الشجيرة في وسط فرنسا وفي الشمال جزائر خاصة ناحية عنابة وتسمى مدينة عنابة باسم هذه الشجيرة لكثرتها هناك ويوجد في المغرب نوع من العناب نقول لشجرته السدرة ولثمرتها التزغة وتوجد هذه الأنواع من السدرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط وهدان النوعان فعلهما متقارب إلا أن النبق البري أقوى في العلاج من النبق البستاني المسمى بالعناب المواد الكيميائية الموجودة في النبق والعناب أسيد تريتالبينيك والفلافونويد أي سابونوزيد يعني فلافونويدات وسابونوزيدات وكذلك الفيتامين سي والجي جي بوزيد الخواص الطبية للنبق والعناب يستعمل النبق والعناب ضد سعال ويعالج به انتهابات الحرق والجهاز التنفسي ومداد للجراتيم والفطريات وأكل النبق اليابس قبل الأكل يفتح الشهية وإذا طبخ النبق الحلو في الماء وأضيف إليه السكر وشرب منه 200 مليلتر أسهل المر الصفراء المجتمع في المعدة والأمعاء ودقيق النبق تعالج به قروح المعدة والأمعاء ويستعمل كذلك دقيق النبق ضد الإسهال ونزيف الدم داخل الدات ودقيق نوى النبق إذا وضع على الكسر أجبرة وكذا الرضود والكدمات مطلقا وإذا طبخ دقيق نوى النبق حتى يغلط ولطخ على من به رخاوة في أعضائه وكذلك الطفل الذي أبطأ نهوضه اشتد سريعا ويستعمل النبق ضد الإسهال ولمشاكل المعدة والأمعاء بأن تستعمل ملعقة صغيرة من النبق المطحون جيدا وتفرغ في كأس فارغ ثم يصب عليها 50 مليلتر ماء مغلي وتترك لترقد 10 دقائق ثم تحرك وتشرب ويستعمل كذلك بهذه الطريقة لمن عنده قرحة في المعدة والأمعاء وليس في هذين النوعين محاذير أو أعراض جانبية إلا أن يكتر الإنسان من تعاطيه والمعلوم أن كل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده وللتحدير فإن هناك نوع ثالث من النبق لن يعرف في الطب القديم كنبات طبي وورد ذكره لأول مرة في القرن السادس عشر كنبات مفرغ يعني مسهيل وأسموه نبق مسهيل يقال له في سوريا سويد ويصنع من ثمر هذا النوع من النبق مسهيل قوي يستعمل اليوم في البيطرة فقط ولا يستعمل للبشر إلا عن يد طبيب اختصاصي اسمه العلمي رامونوس كاتارتيكا اسمه بالفرنسية نغبغان ولا ينتمي إلى عائلة النبقيات والسدريات فانتبهوا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو ومن عنده إشكال فليتركه في التعليق أسفل الفيديو وشكرا لكم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة وأرجو أن أكون قد أفدتكم ببعض الشيء ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة ولكم الأجر والثواب فالدال على الخير كفاعله وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد أو عشبة جديدة وإلى ذلك منحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر